أعوذ بالله يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أضحى الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب العرب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفعون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرتهم ينقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أأنذبتهم أم لم تنذب لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادرنا الله والذين آمنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فساء الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فما ورحك جارهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل لبسق وقد نارا فلما أضاء الله لهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وطرقهم في ظلمات لا يوصلون سمهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيم من السماء فيه ظلمات ورعهم وبرق يجعلون أصابهم في آمانهم من الصباح حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يحفف أبصارهم كلما أضاء لهم شوفين وإذا أظلم عليهم طاب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَنَّا سُحْبُدُ أَيْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّا قُوَاتٌ فِي رَيْدٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأَطُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلٍ وَدَحُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا قُوَاتٌ صَدِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا وَلَا تَفَعْلُوا فَاتَّقُوا الْنَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارِ وَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّئِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُ جَنَّاتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها منها فمرت رزقا وقالوا هذا الذي رزقنا منها قبل وقتوا به متشابها ولهم فيها أسواج مطهرة وهم فيها صاددون إن الله لا يستحقي أن يضرب وثلما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويغذي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقين ويقتطون ما أمر الله به أن يوصن ويقصدون في الأرض أولئك هم الخاصرون كيف تدفضون بالله وقواتم أبواتنا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحنيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استمى إلى السماء فسوىهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعدها في الأرض خليفة قالوا أتدعن فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نصبح بحملك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبدون وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستطبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسم أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغضا حيث شهتم ولا تقرب هذه الشجرة فتقونا من الظالمين فأسلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدل ولكن في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم لربه كلماتها فتاب عليه إنه هو التوضى الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينهم مني هدى فما تبع عدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا من يخلون والذين كفروا وكرروا بآياتنا أولئك أشحروا النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل الفلو نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهديكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتوا صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فابتقون ولا تنبسوا العقب الباطل وتكبوا العقب وأنت تعلمون وأقيموا الصلاة وآبوا الزكاة وارقعوا مع الواكعين أتأمرون الناس بالبر وتغنصون أنافسكم وأناهم تغلون الكتاب أفلا تبعلون واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لتبيرة إلا على الصاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسراء لأكلوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقصد منها عدل ولا ينصدون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبداءكم ويستطعون مساءكم وفي ذلك بلا من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظلون وإذ بعدنا موسى أربعين نيلة ثم اتصدوا العجل ينبع لي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذه العجل فطوبوا إلى بارهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم حيان باريكم فتاب عليكم إنهم هو التواب الوحيم وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائحة وأنتم تنظلون ثم بعثناكم ينبع بموتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمار وأنزلنا عليكم المن وصلنا كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكنها كانوا أنفسكم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شكتنا رغدا ودخلوا الباب رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حيطة نغفر لكم خطاياكم وسنسيذ المحفرين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا لجزء من السماء بما كانوا يفسدون وإذا استسقوا موسى بطومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من بثلاث عشر تعينا قد علم كل أناس ما شررهم كلوا وشردوا من نزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدي وإن قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا فادع لنا ربك يصدجنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفومها وعدفها وبصلها قال أتستبدلون الذين وأبنا بالذين هو خير اهلتوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا غضب من الله ذلك بأنهم كانوا ينفرون بآيات الله ويقتلون النبيين من غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعونا صالحنا فلو لم أجلهم عيوة ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فرقكم الضوء خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ما رحمته لكم من الخاصدين ونقد علمتم الذين اعتدوا لي وكن في السبت فقلنا لهم كونوا قرضة خاصدين فجعلنا هانكا لما بين يديها وما خلفها وموعبطا للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأقولكم أن تذبحوا بطر قالوا أتأخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن تكون من الجاهلين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بطرت لا فارغ ونابئ عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمنوا قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لولها قال إنه يقول إنها بطرة وصصراء فاضعوا لولها تسروا النظرين قال دعونا ربك يبين لنا ماهي إن البطرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بطرة لا ذبونه تخير الأرض ولا تسق الحر وسلم كل أشياء فيها قالوا الآن جئجي الحق فذبتها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نمسا فقد دارتم فيها والله مخرج ما كنتم تتبون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحلنا للموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم اقسر قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيصدر منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطبعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقهم منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقل لبين آمنوا قالوا آمنوا وإذا صلابعا إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجون به عين ربكم أفلا تنقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقْرُدُونَ هَذَا مِنْ عِيَّابِ اللَّهِ لِيَشْتَبُوا لِهِ ثَمَرًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْصِبُونَ فَقَالُوا لَهَا تَمَسَّلَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مِعْدُودًا قُلْ أَتَّفَغْتُمْ عِيَّمَ اللَّهِ عَهْدَنَا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنَا كَسَتْ سَجِئَةً وَأَحَاطُرْ بِهِ خَطِيرًا فَأُولَئِكَ أَشْحَابُ الْنَّارُ هُمْ فِيهِ خَطِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعُولُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَشْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَطِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَا قُبَلِ إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْبَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِنْ قُلُبًا وَالَّتَمَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ إِلَّا قُلِيلًا مِنْبِيَكُمْ وَأَنتُمْ مُعْلِبُونَ وَإِذْ أَخَرْنَا مِذَاقُكُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاءُكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْنَفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَا أُولَيْتَقْتُلُونَ أَنْنَفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَضَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِذْنِ وَالْعُدُبَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَ صُفَادُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلِيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَنْفُرُونَ بِبَعْضُهُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَعْلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خُزْرُهُمْ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَبُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُمُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُرُسَطُونَ وَلَقْدَ آتَيْنَا مُنْسَى الْكِتَابَ وَطَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلُ فَآتَيْنَا عِيْسَ بَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّلِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءُكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَغْوَاءً فَسْتُمْ اسْتَذَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَرْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرٍ فَقَلِيلًا مِمَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عين الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعبت الله على الكافرين بئس مشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنسر الله بغياً أن ينسل الله بغافته على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنسر الله بغادوا نقبل بما أنسر علينا ويرفرون بما وراء وهو الحق مصدق لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مصاب المينات ثم أخذتهم العجل من بعده وأخذتهم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الضون خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأتمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إلا كانت لكم الدار الآخرة وإن الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا والموت كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديه والله عليهم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير لما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى من المؤمنين ماذا كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عضو للكافرين ولقد أنسنا إليك آيات بينا وما ينفض بها إلا الفاسق أَوَ كُلَّمَا عَهَدُوا عَدَى النَّبَذَا فَرِيْطٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَرْفَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِيْنِ لِلَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَغَاءَ ظُهُونِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بغاثين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من لا احتراء ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صوبة من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تطولوا راعنا وقولوا نوضرها واسمعون وللكافرين عذاب أليم ما يودل الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشهدين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخفص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ما ننصص من آية أو سهانة خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من غدون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولهم كما سهل مرسى منها قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سباء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونهم من بعد إيمانهم كفارا أسدا من عياج أغافصهم من بعد ما تبكر له الأرض فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأغافصهم من خير وتجدوه عينة الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن ينخل الجنة إلا من كان مودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وزهه لله وهو محسنها فذهوا أجره وعينة رب ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مسابر الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خضابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا صائفين لهم في الدنيا خزين ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المششق والمغرب فأينما تونه فثم موجهما إن الله واصح عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانا بل له ما في السماوات والأرض كل لهم قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضاء الله فإنما يقول له فيكون فقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه القلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحرق بشيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولما ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن نهضى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين أعطيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسراء لنكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم بأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدد ولا تنفعها شفاعا ولا ينصروا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتها فأتمم قال إني جعلك للناس إباما قال ورغمهم رجد قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقاب إبراهيم وصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيتي بالطائفين والعاكفين والرقع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورغب أهله من المبرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القباعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنا تسمع العليل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومنه بذكتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناصفنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعضهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكين إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن من الذي إبراهيم إلا من ناس نفسه وقد اشتقيناه في الدنيا وإنه في الآخبة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويقول يا بني إن الله صفانكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوم الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن لهم مسلمون تلك قمة قد خلت لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون رقابوا قلوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشجدين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوم والأسماع وما أوتي موسى وما أوتي موسى وإنسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نه مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقا فسيطيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسر من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتوح حاج جبنا في الله وهو ربنا ولبهم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوم من الأسباب كانوا أعودا أو لصالا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أم قد خلق لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسأل عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قملتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرر يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناهم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يطلب على عقبي وإنها كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليبع إيمانكم إن الله بالناس لرؤ في الرحيم قد رأى تقلب ببتك في السماء فلنو ون يمن ك قبل لها طرد فول وجهك شطر المسجد الحرى وحيث ما قوا فول وجهك شطر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من غرب هم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما آهل تابع وقبلتك غدا بعضهم بتابع وقبلتك بعض ولئن اكتبعت أهواءهم من بعد ما جاء من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبداءهم وإن فلي غرب منهم ليرتون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستمقوا الخيرا أينما تكونوا يأتي لكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج تفضل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافر عما تعملون ومن حيث خرج تفضل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حج إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون مخشوني ولأتهم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسل فيكم رسول من يدل عليكم آياتنا يتل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تطور تعلمون فاذكروني أذكركم واشهدوني ولا تدفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواه بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنغلو أن نقوم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال بل أذف سبط الأموال وبشيء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صدق من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرو تبغ شعائل الله فمن حج الميت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوع بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من المينات والهدى من بعد ما بي نه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصدحوا وبيلوا فأولئك آتوه عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وما هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صاددين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في المحر بما ينافع الناس وما أنزم الله وما أنزم الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبق فيها من كل داب وتصديف الزياح والصعاب المصصد بين السماء والأرض لآيات يطوم يعطلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وحبنا كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يروا الذين ظلموا إذ يضون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شهد العذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعوا بهم الأسباب وقال الذين نتبعوا لو أرون لنا كروتنا فنتبروا منهم كما تبروا منا كذلك وليهم الله أعمالهم حسرا عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قدوا مما في الأرض حلالا طريبا ولا تتبعوا خطبات الشيطان إنه لهم عدو مبين إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنصر الله قالوا بل نتبعنا قالوا بل نتبعنا ألفين علي آباءنا أولو 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 آباءهم لا يعقلون شيئا ولا نهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمح إلا دعاء ونداء صم بكم عم فقم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حضر عليكم الميت تود ولحم الخنصير وما أهل به لغير الله فمن الضر وغير ماغ ولا عام فلا إذ علي إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنسر الله من الكتاب ويشترون به ثم قليلا أولئك ما يكتبون في متون إلا النار ولا يكلم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عداء أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أختروا على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحرم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوه من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتب والنبي وآت المال على حبه ذو للقلب واليتام والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الضيطاب وأقام الصلاة مآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البقساء والضضاء وحين البقس أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا اتبع عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعرض والقنف بالقنف فمن عفي له من أخيه جيد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخطيكم من ربكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سمع عليم فمن خاطب الموسي جاء أو إثمه فأصلح بينهم فلا إثم عليهم إن الله غفور وحيم يا أيها الذين آمروا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سطر فعيدة من أيام قصر وعلى الذين يتيقونه فريا وطعام مسكين فمن تتوع خيرا هو خير لك وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر الضضان الذي من سنبيه القرآن هدى للناس وبينا من الهدى والفرقان فمن شهر من يكم الشهر أن يصر ومن كان مريضا أو على سطر وعيدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العيدة ويتكبر الله على ما هدى لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإن مني قديم أجيب دعوة الدع إذا تعال فلي فلي يستجيبوني وليؤمنوا بي لعلم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام وفض إلى يسائكم هن لما سلهم وأنت لبر لهم علم الله أن لكم كوا تختارون أنفسكم فتاب عليكم بعفا عنكم فالآن باشروهن وامتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأويض من الخيط الأساس من الفجر ثم أتمن الصيام إلى النيل ولا تباشروهن وأماتم عاكفون في المساجد تلك حدون الله فلا تقضبوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمرال الناس فريقا من أبوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقعة للناس والحج وليس المرور بأنها تأتوا البيوت من ظهورها ولكن المرور من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتوا الله لعلكم تفنحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم لا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخججوهم من حيث أخرجوهم من حيث أخرجوهم الفتلة أشهد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإذا قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن أعطوا فإن الله غفور ورحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين لله فإن أعطوا فلا عدم إلا على الظالمين أشهد الحرام بشهد الحرام والحرمات قصاص فمن عدد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما عدا عليكم بمثل ما عدا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهدك وأحسن إن الله يحب المحفين وأتم العج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيصى من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهري محلا فمن كان منكم منيرا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسو فإذا أمنتم فما تنتع بالعبر إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد في صيام صلاة أيامها في الحج وسوعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرار واتقوا الله واعلموا وأن الله شديد ليقا الحج أشهر معلوما فماذا فرض فيهن الحج فلا رفضوا فسوق مناد ذالك الحج وما تتعلوا من صير يعلمهم الله وتزودوا فإن صير الساد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح ألا تبنقوا فظلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتها فاذكروا الله عذاب المشعر الحرار واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رفض رحيم فإذا أضيتم مناسسا فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقب عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله صريح الحساب واذكروا الله في أيام معدوبات فمن تعجن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحسرون ومن الناس من يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألب الخسار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرص والنص والله لا يحب الفسار وإذا طيل له التطيل فأخذته العفزر بالإذن فحسنه جهنم ولبئس المحال ومن الناس من يشري نفسه اتقاء مرضات الله والله رءوفهم بالعباد يا أيها الذين آمدوا خدوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سلمتم من بعد ما جاءهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظلون إلا أن يأتيهم الله في ظلن من الغمار والملائف وتوضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائي لكم آتيناهم من آية مينة ومن يبتن نعمة الله من بعد ما جاءهم فإن الله شديد من قام سجن الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخدون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساس كان الناس صمة واحدة فبعث الله النبيين وبشرين ومغذرين وأنسل معهم الكتاب والحق ليحقم بين الناس في ما اختلف فيه ومخصنف فيه إلا الذين أتوقوا من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات بغير بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمخصنفوا فيه من الحق بإذري والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلقوا قبلهم مسكهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسأل لك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من صيرها فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن استبيه وما تفعلوا من صيرها فإن الله كان به عليم كتب عليكم القتار وهو قره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو صير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسأل لك عن الشهر الحرام قطارها فيه القطارها فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر أمه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنا الله والفتنة أكبر من القتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وغير تدر منكم عن دينه فيرد وهو كافر فأولئك وهو كافر فأولئك حددت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أشعاب النار فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجدوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخضر والميسر قل فيهما إثمه كبير ومرافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ننفقون قل العفور كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتترون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسباق لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصبح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تواكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمن مؤمنكم صير من مشركة ولو أعجبكم ولا تواكح المشركين حتى يؤمنوا فلعبهم مؤمنوا صير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعنهم يتذكروا ويسألونك عن المحير قل هو أذهب فعتزل النساء في المحير ولا تقدرونه حتى يؤمنوا فإذا تظهرن فأظن من حيث أمرقنا الله إن الله يحب الطوابين ويحب المطاهدين نساء أحرط لكم فأتوحرفكم أن ناشركم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتطروا وتصبحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللوم في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما تسبت أصدكم فضل وغفور حليم للذين يؤلون من نساء إن تربصوا سربعة أشهر فإن يفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا القلاق فإن الله سبيع عليم والبتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قبل فلا يحل لهم أن يقول ما خلق الله في أرحامهن إن يقول يؤمن بالله واليوم الآصد فبعدوا لهم أحاق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق برده فإن ساكم بمعروف أو تسديح بإحسان ولا يحل لهم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدهن تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له منهم ومن بعدوا حتى تلاتك زوج غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ضلنا إن ضلنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله بكلها لقوم يعلمون وإذا طلقتوا النساء فضلغنا أجلهن فأمسسوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسسوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ولم نفسه ولا تتخذوا آيات الله مزوهن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذلكم بمعروف فاتفت الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فضلغنا أجلهن فلا تعبدوهن أيها كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أسكانكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهن حولي لكاملين لمن أراد أن يتم الضضاع وعلى المولود له رذقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تطار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أضاد فصلاً عنها تضاطم منهما وتشاؤني فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آقيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصين فالذين يتوفون منهم ويذلون أسوات يترى البصر بأن نفسهم أربعة أشهر وعشران فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أن يفسهم بالمعروف فالله بما تعملون صبيل ولا جناح عليكم فيما عرض طبه من صفة النساء أو أن تنهم في أن يفسهم علم الله أنكم سبقصون ولكن لا تواعد منهم نصر إلا أن تقولوا قولا معروفا فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أن يفسكم فحضروا واعلموا أن الله بفور حليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء سألن تمسوهن أو تفردونهن فريضا ومتعوهن على الموسيع قدر وعلى المقدر قدر متاعا بالمعروف أنا على المحفينين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فنصف ما فردتم فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقبى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلبات والصلاة الوسطى وقوبوا لله القاندين فإن صلتم فرجالا أو أقبالا فإذا أبئتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون وياكم ويذلون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خضر فلا جناح عليهم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم المعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كذلك يبين الله لهم آيات لعلكم تقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من هديانهمهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولازم أكثر الناس لا يشعروا فقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرر الله قرضا حسنا فيضعفه لولا وأضعافا كثيرا والله يقبض ويرسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأة من مني الصلاة إلى اليوم بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم بعثنا ملكا وقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليهم القتال ألا تقاتلوا قالوا ماننا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخذنا من هدياننا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد رعث لكم طال وتماليكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن رأيكم من الملك منه ولم يؤتس سعطا من المال قال إن الله استفاه عليكم مزادا بسططا في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واصل عليم وقال لهم النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تعبون في سكينة من ربكم وبقية مما طرق آل الوصى وآل هاروا لطلق الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم تعبون في العلم فلما فصل طالوت الجنود قال إن الله وابتنيكم بنهر ففظ شريف منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من وطرف غرفت يدي فشريف منه إلا قليلا منهم فلما جاوزته والذين آمنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجانه تبجده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أنهم ملاقوا الله كم منها فئتها قليلة ولمدفئتها كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولمما برسوا لجانوت وجوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وففذ أقدامنا وواصلنا عنهم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقد لداود جادوت وآتهم الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن إن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالأرض وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مضيما البينات وأيبناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يدين يا أيها الذين آمنوا وأغفقوا مما رسقناهم من قبل مما رسقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلق ولا شفاع والكافرون الظالمون الله لا إله إلا هو الحين القيوم لا أخذه صنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عياده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يرده حبدهما وهو العلي العظيم لا تراه في الدين قد تبجن رشد من الغي فمن يرفع الطابة ويغلع من الله فقد استمسك من العروة الوضع لها رسوع مننا والله السميع العليم الله ولك الذين آمنوا يصرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يصرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها صالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملكة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويبين وقال أنا أحيي وأمين قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الضوء الظالمين أو كالذين مروا على قرية وهي خارية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله مئة عامها ثم بعثا قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عامها فغضوا إلى تعامك وشرابك لم يتسن غضوا إلى حمالك ولنجعلك آية للناس سنظر إلى العظام كيف موشتها ثم نفسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إذا الله فربي ألني كيف يطح الموتى قال أولم تبين؟ قال بلى ولكن لي ضمئن قلبي قال فاخذ أربعتا من الطير فصدهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوافقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل شنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واصع عليم الذين يوافقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أذافقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عياد ربهم ولا خوف عليهم ولهم احذنون قول معلوف ومغفرة وخير من صدقة يتبعها أذا والله من ينحني يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذين يوافق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابلها فتركوا صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يوافقون أبوانهم امتغاء مرضات الله وتثبيتهم من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة كمثل جنة برضوة أصابها وابلوا فآتت أكلها بعفين فإن لم يصبها وابلها فطروا والله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجدي منها تحتها الأنهار تجدي منها تحتها الأنهار له فيها منها كل الزمرات منها كل الزمرات وأصابه الكبر وله بضية ضعفات فأصابها إعشارنا فيهنا وها فاحترقا كذلك يبقى الله لكم الآيات العلكم تتذكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا أَنْغَفِقُوا مِنَا طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِنْمَا أَخَرْجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضَ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْفَ مِنْهُ تُنافِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِذُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويغمركم الفحشان فالله يعدكم مغفرة منه وفضلا فالله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فاقلوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنحقتم من نفقة أو نذركم من نذرها فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إِنَّ تُبْلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمْ مَاهِينَ إِنَّ تُبْلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمْ مِنْ مَاهِينَ وإِنَّ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَضَاءَ فَهُوَ صَيْلٌ لَمُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَّكُمْ مِهَا سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ الصَّدِقِمْ ليس عليك هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُمْ مِنُخْيْرٍ فَلِأَنْ فُسِءٌ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا مَكِغَاءَ وَجْهِ لِلَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا مَتِغَاءَ وَجْهِ لِلَّهِ وما توافقوا من صير يوفى إليكم وأنتم لا تدلمون للفقراء الذين أحفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأدون الناس إن حافا وما توافقوا من صيرها فإن الله به عليم الذين يوافقون أبوانهم بالليل والنهار سرا وعناية فلهم أجل عين ضربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الغبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخلق الشيطان من المس ذلك بأنهم طادوا إنما البيع مثل الربا وأحم الله البيع وحضر الربا فمن جاءه موعظ لربه فهدها فله ما سلف وأبدو إلى الله ومن عاد فهدائك عشاء النار فيها صاندون يمحق الله الغبى ويررش شجاء فالله لا يحر كل كفار أفين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجلهم عين ضربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَضَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءِ إِنَّا كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَبُوا بِحَرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ ثُمَّ تُوَفَّى قُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى قُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْنَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمْنَ فَالْتُبُوا وَاللَّبْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَأْتُبُ وَاللَّمْلِ اللَّذِ عَلَيْهِ الْحَمُّ وَاللَّتَّقِلْ لَهَا رَبًّا وَلَا يَنْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سقيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملن وليه بالعدل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخضاء ولا ينبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلك الأرض سصعين لله وقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينهم فليس عليكم جناح ألا تتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنهم فصوص بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سصد ولم تجدوا كاتبها فجهان مقبضة فإن أمن بعضكم بعضها فلؤد للذين من أمانته واللتق الله ربا ولا تتتم الشهادة ومن ينتمها فإنهم آثم قلب والله بما تعمل عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أن يفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفضانك ربنا وإليك المشين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نصينا أو أخفقنا ربنا ولا تحقل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحقل مننا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا وغفر لنا وغفو عنا أنت بولانا فانصرنا على القوم الكافرين